بخطة واثقة نحو دعم الانتاج الوطني من خلال مشروع هو الاول من نوعه في العراق انفردت به شركة الكفيل للاستثمارات العامة التابعة للعتبة العباسية المقدسة وهو تربية طائر السمان الذي يتميز بقيمته الغذائية الفائقة ولحمه الطريء الخالي من الكروسترول والالياف مما يميزه بسرعة الهضم لدى المرضى وكبار السن والصغار فضلا عن بيضه الغني بالفيتامينات المفيدة لجسم الانسان يعتبر مشروع طائر السمان من المشاريع المهمة والاقتصادية والاستراتيجية في البلد حيث قيمة العتبة العباسية المقدسة مشروعها الاول بالعراق لهذا الطائر ان هذا الطائر له اهمية كبيرة من حيث القيمة الغذائية للانسان من خلال عامنا في وحدة التسويق لاحظنا قبال قوي من المواطنين على شراء هذا المنتج والسبب هو معرفة المواطنين لفائدة هذا المنتج وقيمة الغذائية الفاء طائر يصدر للأسواق المحلية يوميا اذ تنتج هذه الطيور بآلية ذات معايير صحية ومختبرية دقيقة بدءا من الأمهات والحاضنات وحضائر التربية والمفاقس وصولا إلى المستهلك على أحدث النظم المستخدمة في تدجين هذه الطيور هذا طائر السمان طبعا سواء البيض او هو ايضا اكله بفائدة كلش للعظام وبنسبة البيض خوة بنسبة الكاليسيوم كلش قوية واثار الجانبية ما بي يعني خليل يعني ماكو فانا شخصيا جربته العتبة العباسية المقدسة ومشاريعها الزراعية والصناعية أخذت خطوات جادة لكل ما يحقق أمنا غذائيا وصناعيا للأسواق المحلية العراقية دعما منها للمنتوجات الوطنية والكف عن المستورد